المعالج في الجهاز ده تخطى كل الأرقام القياسية اللي موجودة في السوق لو بصينا للتوبتين لأنتوتو بطريق النهاردة هتلاقي انه أعلى حاجة لجهاز الريد ماجيك سيبن وصل لمليون ولكن الجهاز ده وصل لمليون ومية تابعني لأخذ الفيديو وهقول لك الخلاصة التطوير كبير جدا فعلا في شاومي 12S Ultra مش بس المعالج ولكن كمان الكاميرات المعالج اللي استخدموه هو سناب دراجون 8 بلاس جنريشن وان وده أول جهاز على الإطلاق يستعمل النوع ده من المعالجة اللي أداءه أفضل بـ 30% عن الإصدار اللي فات وبـ 33% بالنسبة للرسومات أو بالنسبة للجي بيو ولو روحت فعلا لموقع أنتوتو وهو الأشهر على الإطلاق لـ البنش مارك لمقارنة أداء الأجهزة بتاريخ مايو 22 هتلاقي انه أعلى جهاز حاصل على مليون واتنين واربعين ألف كتقييم كلي ولكن هنا هم حاصلوا على مليون ومية وطلاتاشر ألف هم تخطوا أعلى جهاز على الإطلاق اللي هو الريد ماجيك سيفن بالنسبة للأداء ودي حاجة تقدر تلاحظها بسهولة لما تيجي تشوف المقارنات بين وبين الآيفون 13 أو الجلاكسي اس 22 ألترا هتلاقي انه الجرافيك في البنش مارك في شاومي سابق الأجهزة التانية الكاميرات هنا كمان راحت لمستوى جديد تماما مشوفناهش في أي جهاز من الأجهزة المنافسة بسبب الشراكة ما بين اللايكا والشاومي والسوني الثلاثة مجتمعين علشان يطلعوا الكاميرا دي والنتيجة بصراحة مبهرة لأنه المستشعر المستخدم في الجهاز ده بمئاس واحد إنش وده أكبر مستشعر على الإطلاق موجود في سمارت فون لما تيجي تقرنوا بالمستشعر اللي موجود في آيفون 13 برو ماكس هتقدر تشوف قد إيه الفرق كبير المستشعر اللي استخدموه في شاومي 12 اس ألترا هو اي ام اكس تسعة تمانية تسعة من سوني طبعا سنسور أكبر للكاميرا معناها إنه بيلتقط إضاءة أكتر وبالتالي الصورة أوضح ورغم إنه التكبير البصري في الكاميرات الأقصى هو 5 اكس إلا إنه الكاميرا قادر على التكبير الديجتال لحد 120 اكس بوضوح ما شوف نهوش قبل كده في تكبير ديجتال طبعا بفضل الزكاء الصناعي أولا وسانيا بفضل مستشعر الكاميرا الكبير جدا الكاميرات الثلاثة لخلف الجهاز تقريبا كلهم 50 ميجا بيكسل وفيهم كمان Optical Image Stabilization أو تثبيت بصري وفيهم كمان الـ QF أو مستشعر Time of Flight اللي بيعمل للأوتوفوكس وكاميرا الألتراويت بتلتقط بزاوية 128 درد وفيها كمان كده شوية إمكانيات في عدسات الكاميرا نفسها زي إنها بتحجب الأماكن اللي فيها الإضاءة المتوهجة وكمان بتبنع إنعكاسات الشمس وبقى ده أول جهاز أندرويد على الإطلاق يحصل على الكاميرا بتدعم Dolby Vision HDR في تصوير الفيديو اللي بيخلي الألوان غنية جدا الشاشة هنا كمان فيها إمكانيات مشوفناهاش في أي جهاز منافس على الإطلاق غير إن هي غنية جدا بالألوان وبمساحة 6.73 إنش ومحمية بطبقة من الزجاج الأقوى على الإطلاق اللي هو Gorilla Glass Victus ودخل علي جدا بResolution 1044 بـ 3200 Resolution مشوفناهاش قبل كده بكسافة بيكسل 521 بيكسل بير إنش خصوصا هي بتدعم المية وعشين هرتز ده معدل تحديث الصورة على الشاشة في الثانية مع وجود كمان تقنية LTPO اللي هي اختصار للـ Low Temperature Bolic Listerine Oxide ولكن دي الإصدار التاني اللي بيخلي البيكسل أو الأماكن اللي في الشاشة اللي مش محتاجة حركة كتير أو الأداكن الساكنة بيخلي فيها الرفريش ريت واحد علشان يوفر من الطاقة بأقصى قدر ممكن ولما تيجي تشغل فيديو أو لعبة أو حاجة بيعلي الرفريش ريت في نفس البيكسل لـ 120 بيك هرتز فيه كمان تقنية جديدة تماما اسمها 3D Cooling System لتبريد الجهاز اقتبسوها من أوراق الشجر حاجة جديدة تماما مشوفناهاش قبل كده في أي جهاز من الأجهزة المنافسة ومع وجود معالج موفر في الطاقة وفي نفس الوقت قوي زي الـ 8 Plus Generation 1 المقدم من سناب دراجون ووجود تقنية تبريد قوية زي دي المفروض انه في المجمل الجهاز يكون مستقر ودرجة حرارته تكون مستقرة حتى وانت بتلعب جيمز تقيل في نسبة الجيمز بطارية الجهاز كبيرة جدا بساعة 4860 ميلي امبيل للساعة بتشحن شحن سريع بقدرة 67 واط وده بيوصلها من 0% لـ 50% في 15 ديئة بس وكمان بتشحن شحن ويل سريع بقدرة 50 واط دي كل حاجة لو وصلت نهاية الفيديو سيبلي تعليق في التعليقات تقول انك وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش كمان لو حابب تدعمني تعمل مشاركة للفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي واتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة